كل هذه الضغوط والعقبات وده أمر مهم جداً فأنا عايز أوريكوا صورتين مهمين قوي ياريت لهم أن أعرضهم يا شباب وهي صورة موسماني وهو بيهدي الكابتن محمود الخطيب لقب بطولة دوري أبطال أفريكيا ولو تفتكروا كان فيه صورة أول موصل الموسماني مع الكابتن محمود الخطيب تقريباً تقريباً في نفس المكان ده هو بيرحب به وبيسلم عليه وبيهنيه بتوليه مسؤولية الإدارة الفنية لقرات القدم النادي الأهلي فبالتالي الناتج كان تسليم الكابتن محمود الخطيب لقب البطولة بعدها بقى صورة حصرية أنتم مش هتشوفوها في أي حتة تانية خالص الصورة دي الكابتن محمود الخطيب بيسجد في المقصورة الرئاسية الأستاذ القاهرة الدولي بعد فوز النادي الأهلي وتتويجه رسمياً بلقب بطولة دوري أبطال أفريكيا سجدة في نفس اللحظة اللي صفر فيها الحكم مصطفى غرباء الحكم مباراة النهائي وسجدة شكر المولى عز وجل وكلنا بصراحة في بيوتنا وفي أي مكان كنا نتفرج عليه على هذه المباراة سجدنا سجدة الشكر دي لأنه كان قرم كبير جداً من عند ربنا وسجدة الشكر دي تحديداً من كابتن محمود الخطيب جاية بسبب كل الأزمات والضغوط والانتقاضات التي وجهت لمجلس إدارة النادي الأهلي وكل التحديات اللي هو اشتغل عليها وقدر أنه يتغلب عليها بشكل جيد فأنا عايز أقول لجمهور النادي الأهلي عليكم أن تفخروا وتسعدوا بناديكم النادي الأهلي عليكم أن تفخروا وتسعدوا برئيس ناديكم المحترم الكابتن محمود الخطيب وده أمر جيد جداً ومهم وحاجة يعني تفرح جداً جداً كل الجماهير الأهلوية وحنفضل في حالة السعادة دي بإذن الله لغاية لما نخش على البطولة الجاية البطولة كاس مصر ما تبتدي إن شاء الله بعد بكرة دور نصف النهائي اشتركوا في القناة